السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التصميم الهندسي للسنة الثالثة الثانوية بإذن الله سنتعرف في درتنا اليوم على تصميم تنائي وثلاثي الأبعاد الجزء الأول أهداف التعلم بنهاية هذه الوحدة سيكون الطالب قادرا على أن يصف دورة تصميم الرئيسة لإنشاء نموذج أولي أيضا يحل العملية التحويل النماذج الأولية من أفكار إلى مجسمات ملموسة أيضا يعرف مفهوم التصميم الهندسي والنماذج الأولية يميز الاختلافات بين الرسومات تنائية وثلاثية الأبعاد يستخدم برنامج فريكاد للنمذجة أيضا يستخدم أسطح العمل في برامج التصميم بمساعدة الحاسب ينشأ أشكال أساسية تنائية وثلاثية الأبعاد يميز الاختلاف بين البطانة والبذق يحدد القيود في عمليات تصميم ودورها في ابتكار تصاميم دقيقة يستخدم أسطح العمل للرسم الهندسي في تحديد موضع المجسمات واتجاهها يتعرف على طرائق العرض ثلاثية الأبعاد المختلفة يذكر أساسيات تصميم التروس وكيفية عملها يميز كيفية استخدام هياك المتعددة لإنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد أكثر تعقيدا يستنتج كيفية حساب المساخة المركزية بين ترسين من الأدوات التي سيتم استخدامها برنامج فري كايت سؤال أمامك شكلين ما الفرق بينهما مكعب ورسم أيهما ثنائي الأبعاد وأيهما ثلاثي الأبعاد تعرفنا في الدرس السابق على عملية التصميم حيث تتبع أربعة مراحل وهي البحث وإنشاء نموذج أولي والاختبار والتحسين تعرفنا على مرحلة التحسين حيث في المرحلة من دورة التصميم تحسين التصميم المخترح للوصول إلى أفضل حل ممكن والقيام بذلك إنشاء مصميم مكونا أو نموذجا أوليا للمنتج ثم اختباره وإجراء التحسينات على التصميم أيضا تعرفنا على التصميم التصنيع بالإضافة وهو عملية إنشاء المجسمات صلبة ثلاثية الأبعاد من خلال إضافة طبقة تلوى أخرى أيضا تعرفنا على التصنيع من خلال الإزالة وهي عملية إنشاء مجسمات صلبة ثلاثية الأبعاد عن طريقة إزالة المواد من قطعة أو مادة لها كتلة أكبر ذكرنا أنه يتم ذلك من خلال استخدام أدوات القطع مثل المناشير والمثاقب والمخالط والمطاحن وغيرها أيضا تعرفنا على الإنتاج الذكي حيث يتطلب استثمار مالي كبير في شراء أجهزة التصنيع الحديثة أحد الأمثلة على الإنتاج الآلي الذكي تصنيع الشاحنات حيث تعمل الشاحنات التقليدية بالوقود الأحفوري مثل الديزل أو السولار يمكن الانتقال تشغيلها بالمهركات الكهربائية لتركيب بطاريات ليثيوم آيون تقيلة لكن هذا يؤدي إلى ثقل الشاحنات أو ثقل وزن الشاحنات بدأ المصنعون بتصميم مواد خفيفة مثل الألياف الكربونية للتخفيف من أثر الوزن الزائد للبطاريات على الوزن العام للشاحنات أيضا تعرفنا على النمذجة الأولية وهي رسم مخططات هندسية في السابق كان يتم الرسم على الورق ولوحات الرسم واستخدام أدوات هندسية كالمساطر والمربعات بينما حاليا يتم استخدام المخططات على الجهاز حاسب واستخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسب أيضا تعرفنا على تقنيات الرسم ثلاثي الأبعاد أولا رسومات تصويرية المستخدمة وهي تقنية مستخدمة في الرسم ثلاثية الأبعاد بواسطة الحاسب هناك أربع أنواع من الرسم التصويرية أولا المائل ومتماثل قياس والمنظوري والمتعامل في درسنا اليوم سوف نتعرف على التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد سوف نتعرف على مقارنة بين الرسمات ثنائية وثلاثية الأبعاد ومقدمة في برنامج الفري كات إذن التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد كما ذكرنا في درسنا اليوم سوف نتعرف على التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد والفرق بين التصميم ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد كما سنتعرف على مقدمة في برنامج الفري كات وسنقوم برسم ثنائي الأبعاد وتحويله إلى رسم ثلاثي الأبعاد إذن الرسومات التنائية الأبعاد تسمى برسومات الفنية أو المخططات تستخدم لنقل المعلومات حول التصميم بوضوح ودقة أيضا رسومات التلاثية الأبعاد تعرف بالنماذج التلاثية الأبعاد توفر تمثيلا أكثر واقعية لمجسم أو هيكل معي في الرسم التنائي الأبعاد يستخدم بعدين وهما الطول والعرض دون العمق ويمكن تمثير هذا التصميم على سطح مستوي كقطع من الورق أو شاشة الحاسب ومن الأمثلة على نماذج ثنائية الأبعاد الرسومات واللوحات والنصوص المكتوبة على ورق إذن الرسم ثنائي الأبعاد يستخدم الطول والعرض دون العمق بينما الرسم ثلاثي الأبعاد يستخدم الطول والعرض والعمق معا لتمثيل مجسمات مثل المكعب والكرة يتيح الحاسب استخدام النماذج الرياضية لإنشاء رسومات تمثل النماذج والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد ويمكن عرض هذه النماذج على شاشة ثنائية الأبعاد مما يعطي نوعا من الإحساس بالعمق واذكر أمثلة على النماذج ثلاثية الأبعاد هناك الكثير من الأمثلة على النماذج ثلاثية الأبعاد مثل المباني وألعاب الفيديو والرسوم المتحركة إذن التماثيد والمنحوتات والمباني أيضا شخصيات لأفلام وإلعاب الفيديو والكرتونية ثلاثية الأبعاد مقارنة بين الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد يتم استخدامها في الهندسة لتوصيل معلومات ومعصفات التصميم مثال الرسومات ثنائية الأبعاد وهنا مثال الرسومات ثلاثية الأبعاد الرسومات ثنائية الأبعاد تقدم معلومات دقيقة حول التصميم وغالبا ما تستخدم في عملية تصنيع لإنشاء الأجزاء والتجميعات وفي المشاريع المعمارية والإنشائية بينما ثلاثية الأبعاد تسمح للمهندسين والمصممين بتصور التصميم من كافة الزوائع أيضا توفر تمثيلا أكثر واقعية للمجسم بحيث يمكن استخدامها لمحاكاة سلوك المنتج النهائي أيضا في رسومات ثنائية الأبعاد يتم إنشاؤها باستخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسب أيضا يعد إنشاؤها ومشاركتها أمرا سهلا نسبية أيضا يمكن طباعتها أو عرضها على الشاشة بينما في ثلاثية الأبعاد يتم إنشاؤها باستخدام برامج حاسبية خاصة للتصميم ثلاثي الأبعاد لإنشاء صور ورسوم متحركة واقعية تستخدم غالبا في تصميم المنتجات وتطويرها إذن يعد إنشاؤها أكثر تعقيدا واستهلاكا للوقت كما يمكن أن يكون أكثر استهلاكا للموارد عند تخزينها ومشاركتها من الأمثلة على الأشكال ثنائية الأبعاد هناك العديد من الأمثلة مثل الدائرة وهي شكل ذو خط منحني شكل حلقة مغلقة أيضا من الأمثلة المربع وهو شكل ذو أضلع مستقيمة متساوية الطول والعرض بينما المثلث هو شكل ذو ثلاثة أضلع مستقيمة وثلاثة زوايا أيضا المستطيل من الأمثلة على أشكال ثنائية الأبعاد وهو شكل ذو أربعة أضلع مستقيمة وأربعة زوايا قائمة تتساوى الأضلع المتقابلة في الطول ومن الأمثلة على أشكال ثلاثية الأبعاد الكرة وهي شكل ذو سطح منحني متماثل حول نقطة مركزية بحيث تقى جميع النقاط الموجودة على السطح على مسافة متساوية من نقطة المركز أيضا المكعب وهو شكل ذو ستة أوجة مربعة واثنى عشر ضلعا وثمانية رؤوس أيضا الأسطوانة هو شكل ذو طرفين دائريين وجانب واحد منحني أيضا من الأمثلة على أشكال ثلاثية الأبعاد المخروض وهو شكل ذو قاعدة دائرية وجانب منحني واحد يتناقص تتريجيا إلى نقطة معينة أيضا من الأمثلة الهرم وهو شكل ذو قاعدة متعددة الأضلع وجوانب مثلثة تلتقي عند نقطة واحدة تسمى قمة الهرم بعد ذلك سنتعرف على برنامج الفريكايد وهو برنامج مجاني مفتوح المصدر لتصميم النماذج ثلاثية الأبعاد بمساعدة الحاسب يستخدم لإنشاء وتحرير نماذج المشاريع المعمارية والهندسية ومشاريع البناء يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني والجزاء الميكانيكية للآلات والمويدات الأخرى يتوفر برنامج الفريكايد لأنظمة تشغيل ويندوز والماك أو اس واللينيكس يتضمن مجموعة متنوعة من أداة النمدجة مثل أولا تصميم قطع البار تيزاين لإنشاء أجزاء وتجمعات ميكانيكية ثلاثية الأبعاد أيضا العمارة وتقنية البي آي ام للتصميم المعماري ونمذجة معلومات البناء أيضا سكيتشر أو الراسم التخطيطي لإنشاء رسومات ثلاثية الأبعاد يمكن تحويلها إلى أشكال ثلاثية الأبعاد أيضا يتكون من جداول البيانات لإنشاء جداول البيانات وتحريرها النمدجة ثلاثية الأبعاد هي عملية إنشاء تمثيل رقمي لمجسم أو بيئة ثلاثية الأبعاد باستخدام برامج متخصصة أيضا من الأدوات تحليل العناصر المحدودة FEM تحليل هياكل والأجزاء الميكانيكية أيضا من الأدوات تتبع الأشعة لإنشاء تصورات واقعية للنماذج والربورتية لتصميم حركات الذراع الآلية ومحاكاتها هنا الشاشة الرئيسية لبرنامج الفريكاد هنا العرض الشجري وهنا شريط القوائم من يو بار هنا لإنشاء مستند جديد وهنا المشاريع أمثلة على المشاريع وهنا القائمة المنسدلة لسطح العمل وهنا التول بار أو شريط الأدوات يسمح الفريكاد بتغيير حجم المجسمات والأشكال الهندسية عن طريق ضب معاملاتها بما يسهل إجراء تغييرات على التصميم ومعاينة النتائج بصورة فورية ويمكنك أيضا إنشاء تجميعات للأجزاء وإنشاء قيود أو تحريرها لإنشاء نماذج أكثر تقيدا أيضا يتوفر في برنامج الفريكاد أسطح العمل ما هي أسطح العمل؟ هي مجموعة من الأدوات والمميزات التي يتم تنظيمها وتجميعها معا لأداء مهمة أو مجموعة من المهام المحددة وتوفر أيضا مجموعة من الأدوات المصممة خصيصا لنوع محدد من الأعمال والأنشطة في ذلك البرنامج مما يتيح الوصول بسرعة وسهولة إلى الأدوات التي نحتاجها لمهمة معينة دون الحاجة إلى التنقل إلى مجموعة كبيرة من الأدوات يوجد في برنامج الفريكاد مجموعة متنوعة من أسطح العمل المصممة لمهام وظائف محددة أولا ستارت أو البداية وهو سطح العمل الافتراضي عند بدء تشغيل برنامج الفريكاد يوفر سطح العمل هذه واجهة بسيطة لفتح وإنشاء مستندات جديدة إذن أول أسطح العمل هو ستارت أو البداية ثانيا بارت ديزاين أو تصميم قطعة يستخدم لإنشاء أجزاء وتجميعات صلبة ثلاثية الأبعاد ويتضمن أدوات لرسم الأشكال ثلاثية الأبعاد وتدويرها وسحبها وتشكيلها لإنشاء أجزاء ثلاثية الأبعاد أيضا الرسم التخطيطي سكيتشر يستخدم لإنشاء رسومات ثلاثية الأبعاد ويتضمن أدوات لإنشاء وتحرير الأشكال الهندسية مثل الخطوط والدوائر والأقواس بالإضافة إلى أدوات لتطبيق القيود من أجل تحديد شكل الرسم التخطيطي أيضا المسودة ودرافت يستخدم لإنشاء رسومات ثلاثية الأبعاد ورسومات تقنية ويتضمن أدوات لإنشاء وتحرير الأشكال مثل الخطوط والدوائر والمضلعات والأدوات لإنشاء الأبعاد والتعليقات التضيحية والتضليل أيضا العمارة يستخدم سطح العمل هذا لإنشاء العناصر الممارية مثل الجدران والأبواب والنوافذ ويتضمن أدوات لإنشاء وتحرير المجسمات كذلك أدوات معيارية لإنشاء وتحرير هياكل المباني أيضا قطعة وبرت يستخدم سطح العمل هذا لإنشاء الأشكال ثلاثية الأبعاد وتحريرها وتحليلها ويتضمن أدوات لإنشاء وتحرير الأشكال مثل الصناديق والأسطوانات والكرات بالإضافة إلى أدوات القيام بالعمليات المنطقية وإنشاء التشابكات وتحريرها إذن سنتعرف أيضا على تحويل الأشكال ثلاثية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد إذن بعد أن تعرفنا على برنامج فريكاد وهو برنامج مجاني لإنشاء أشكال ثلاثية الأبعاد سنتعرف إلى طريقة تحويل الأشكال ثلاثية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد سنبدأ أولا بإنشاء شكل بسيط مثل المربع شكل ثلاثي الأبعاد بعد ذلك سوف نقوم بتحويله إلى شكل ثلاثي الأبعاد مثل المكاعد كما سنستخدم تقنية الرسم التخطيطي سكتشينج حيث سنرسم الشكل على سطح المستوي يسمى المستوى ثم سنتعلم كيفية استخدام أدوات مختلفة لرسم الشكل وضبط حجمه وموضعه سنتعلم أيضا من خلال عملية الرسم كيفية تطبيق القيود على الأشكال وهي بمثابة القواعد التي يمكن استخدامها للحفاظ على اتساق الرسم التخطيطي بمجرد أن يصبح الشكل ثلاثي الأبعاد جاهزا سنتعلم كيفية إضافة العمق لتحول إلى شكل ثلاثي الأبعاد وسنستخدم تقنية تسمى البطانة لإضافة سماكة موحدة للشكل ثلاثي الأبعاد عند إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد من المفيد أولا إنشاء رسم تخطيطي ثلاثي الأبعاد للشكل الذي نريد إنشاؤه حيث يتيح ذلك العمل مع الشكل الأساسي ونسب الشكل قبل إضافة البعد الإضافة للنموذج مما يوفر الوقت والجهد لأنه من الأسهل إجراء التغييرات على الرسم ثلاثي الأبعاد بدلا من المجسم ثلاثي الأبعاد الذي يتم تصميمه بالكامل وعند إتمامك العمل على الرسم ثلاثي الأبعاد يمكنك استخدام تقنيات مثل البطانة والبثق لتحويله إلى شكل ثلاثي الأبعاد إذن من المفيد عند إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد أولا إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لأنه من السهل التعديل عليها ومن الصعب التعديل على الشكل ثلاثي الأبعاد إذن من المفيد استخدام البطانة والبثق لتحويل هذا الشكل ثلاثي الأبعاد إذن هنا مربع مرسوم على سطح مستوي وهنا البطانة تم تحويل المربع إلى مكعب من خلال الرسم التخطيطي تم تحويله إلى بطانة ما هو الرسم التخطيطي أو سكتشينج؟ هو تقنية مستخدمة في برنامج التصميم بمساعدة الحاسب لإنشاء أشكال ثلاثية الأبعاد ويتضمن العملية الأساسية في الرسم التخطيطي إنشاء تمثيل ثلاثي الأبعاد لمجسم على سطح مستوي يسمى المستوى كما يمكن استخدام هذا التمثيل كأساس لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد إذن الرسم التخطيطي يتم رسم ثلاثي الأبعاد على سطح مستوي يستخدم كأساس لتحويل الرسم ثلاثي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد البطانة هي تقنية مستخدمة في برنامج التصميم بمساعدة الحاسب لإنشاء مجسم ثلاثي الأبعاد وبناء على شكل ثلاثي الأبعاد وذلك عن طريق إضافة السماكة لهذا الشكل وتتم عملية تحويل الشكل الثلاثي الأبعاد عن طريق تحديد مسافة أو قيمة تلك السماكة إذن يتم تحديد قيمة تلك السماكة لتحويل الشكل من ثلاثي الأبعاد ينتج عن ذلك مجسم وسماكة متناسقة في كافة أجزاؤه وتستخدم هذه التقنية بشكل واسع في إنشاء مجسمات مثل الصناديق والأسطوانات نشاط حدد الجمل التالي هل هي صحيحة أم خاطئة واحد أبعاد الرسومات تقتصر على الطول والعرض دون العمق الإجابة صحيحة اثنين تستخدم الرسومات ثنائية الأبعاد لتقديم المعلومات حول التصميم بطريقة دقيقة وواضحة ممتاز الإجابة صحيحة ثلاثة المثلث هو شكل ثلاثي الأبعاد دو ثلاثة أضلاع مستقيمة وثلاثة زوايا ممتاز الإجابة خاطئة المثلث هو شكل ثنائي الأبعاد أربعة يمكن استخدام النماذج ثلاثية الأبعاد لمحاكاة سلوك المنتج النهائي ممتاز الإجابة صحيحة إذن تعلمنا في درسنا اليوم التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد أيضا المقارنة بين الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد أيضا تعرفنا على برنامج الفري كاد تقريم ختامي صف كيف يعمل مصمم مع الشركات المصنعة في مرحلة النموذج الأول لدورة التصميم شكرا لكم على حسن المتابعة